للمرة الأولى يتم الاعلان عن أول إصابة مؤكدة في مبنى وزارة الدفاع الأمريكية حيث تم الاعلان عن إصابة جوندي موشا من المارينز في البنتاجون تزامنا أعلن البنتاجون أنه جمد لمدة شهرين كل تنقلات العسكريين الأمريكيين حول العالم بما فيها عمليات إرسال الجنود إلى مناطق القتال أو إعادتهم إلى وطنهم وأمر وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر بوقف تنقلات كل موظف البنتاجون الموجودين في الخارج من مدنيين وعسكريين لمدة ستين يوما مشيرا إلى أن التجميد يشمل أيضا أفراد أسر هؤلاء الموظفين إذا كانوا يعيشون معهم في الخارج وسيسري قرار التجميد على حوالي تسعمائة ألف عنصر في القوات المسلحة الأمريكية منتشرين في الخارج وقد ارتفعت الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية وتم تسجيل أكثر من ألف وفاة ونحو سبعين ألف إصابة بفيروس كورونا وأقرى الكونغرس الأمريكي خطة تحفيزية للاقتصاد بقيمة تريليوني دولار على خلفية انتشار فيروس كورونا في عدد من الولايات وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الكبرى في ولايات تكسس ونيويورك وفلوريدا بسبب الفيروس مشيرا لأن الأسابيع المقبلة ستكون عصيبة في نيويورك وقال ترامب إن حزمة المساعدات التي تبلغ قيمتها تريليوني دولار هي الأكبر على الإطلاق وتهدف إلى عدم خسارة العمال وظائفهم وتأتي حزمة الإنقاذ بعد حزمتين أخرين تحولتا إلى قانون في وقت سابق من الشهر وتبلغ الأموال التي قد يتم إنفاقها قرابة نصف ما تنفقه الحكومة الأمريكية سنويا ويبلغ 4.7 تريليون دولار ترجمة نانسي قنقر